من هلو النشاط العلمي للسنة ثالثة ابتدائي إذن اليوم عنا آخر حصة في الوحدة الرابعة وهي حصة الدعم سبق أن تطرقنا إلى 8 حصات حول الضوء والحرارة والقوى ثم بعد ذلك أجهزنا أنشطة التقويم لننهي هذه الوحدة الرابعة حول هذه المواضيع الثلاث إذن ننتقل إلى 65 أنشطة الدعم إذن التمرين الأول ضع علامة أمام الاقتراحات الصحية تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الساخن خطأ الحرارة مادم الجسم الساخن هو اللي فيها الحرارة فالعكس الحرارة تنتقل من الجسم الساخن البارد وبالتالي هذا الاقتراح ليس صحيح إذن ما نوضع علامة يكتسب الجسم البارد حرارة من الجسم الساخن عند ملمسته نعم يتمدد السائل المحراري عند ارتفاع درجة الحرارة نعم ويتقلص عندما تنخفض وهذا الشيء منه في مشروع الصنع المحرار حيث أننا أدركنا بأننا المحرار ما هو إلا سائل في أنبوب يتمدد عندما ترتفع درجة الحرارة ويعطينا درجة حرارة معينة ويتقلص عندما تنخفض درجة الحرارة ويعطينا درجة حرارة معينة أقل إذن التمرين الثاني أكتب في كل خانة اسمه جسم مناسب الجسم يعني منه الضوء الجسم يعني منه الضوء طبعا الحال النجوم، الشمس، الشمعة، المانارة، القينديل يجب أن ندير الشمعة الشمعة هو جسم ينبعث منه الضوء لا ينبعث منه الضوء مثلا سنأخذ كتاب لا ينبعث منه الضوء مصدر ضوء الطبيعي الشمس إذن هنا ينبعث من الضوء لكن لا يوجد هنا مصدر ضوء طبيعي الشمس مصدر ضوء إصطناعي مصبح أو قنديل أو منارة كلها إصطناعية يعني تدخل فيها الإنسان حاجة طبيعية لم يتدخل فيها الإنسان إذن خلقت لنفسها إذن تمرين الثالث أضاع عالمة في الخانات المناسبة ينبعث الضوء من مصادر الضوءية الطبيعية فقط خطأ إن هناك مصادر مصادر اصطناعية مثل مصباح مثل القنديل مثل الشمعة هذه اللهب النار عندما تكون مشتعلة ينبعث منها الضوء إلى آخره ليس فقط طبيعية لا ينفذ الضوء عبر باب الغرفة الخشبي نعم لا ينفذ لأنه معتم لأنه جسم معتم لا يسمح بمرور الضوء فالضوء يمر فقط من الأجسام الشفافة والنصف الشفافة يمر كليا ينفذ كليا عبر الشفافة وجزئيا عبر نصف الشفافة الرضاعة الزجاجية جسم معتم خطأ الرضاعة الزجاجية جسم شفاف لأنه تسمح بالرؤية الكاملة على الأقل جزئية على الأقل جزئية لكانت فيها واحدة كانت من زجاج غير ما يسمى بالزجاج غير شفاف إذن يتغير طول ضلي عندما أبتعد عن مصباح غرفتي بطبيعة الحال يتغير ويتغير بطبيعة الحال ينقص ينقص ليس فقط يتغير وإنما ينقص حنا شفنا هذا الشيء بالدروس بأننا كان بعيدا عن المصر الضوءي كانت نقص الضل دينا إذن بطبيعة الحال صحيح هذه الجملة صحيحة إذن ننتقل إلى التمرين الرابع أصل بخط جسم شفاف جسم معتم مصباح إذن جسم شفاف ينبعث منه الضوء جسم له ضل ليس له ضل جسم معتم له ضل جسم معتم هو اللي يعطينا الضل جسم شفاف ليس له ضل لأنه تنفذ عبره الأشياء هذه الضوء بالتالي ما يعطينا الضل والمصباح بطبيعة الحال ينبعث منه الضوء إنه مصدر ضوء ومنبع ضوء التمرين الخامس أضع علامة في الخانة المناسبة لكل اختراح يجذب قضيب مكرب قطع أوراق صغيرة بسبب قوة مغناطيسية إذن هنا الجملة التلة هنا صحيحة يجذب قضيب مكرب قطع أوراق صغيرة هذا الشي صحيح ولكن هذه القوة فهي كهربائية وبالتالي هذه الجملة خطأ لأن هناك خطأ في مغناطيسي إذن تجذب الأرض الأجسام بسبب قوة ميكانيكية بقوة تجذب الأرض الأجسام بواسطة قوة ميكانيكية إذن صحيح هذا موضوع الذي نشوفه في السنوات القديمة يتنافر القطبان المختلفان للمغناطيس عند تقريبهما بسبب قوة مغناطيسية صحيح أنها قوة ميكانيكية ولكن لا يتنافرانين جذبان هذا الشي يشفناه في حصة سابقة الجملة ستكون صحيحة لو أننا قلنا يتنافر القطبان أو يتجذب القطبان المختلفة إذن التجذب انتعهم فاش يكونهم مختلفين إذن هذا الجملة خطأ شنو اللي خلالها تكون خطأ أوراق أما القوة ميكانيكية صحيح تسقط الأجسام عند تحريرها بسبب قوة كهربائية خطأ ليس القوة الكهربائية اللي كتخلي الجسم مثلا يسقط مثلا القلم سقطها كما كان شي حاجة كهربائي إذن كان ميكانيكيا يعتمد تأثير قوة على اتجاهها نعم ليس على اتجاهها فقط بل على شدتها أيضا على اتجاهها صحيح ولكن على زائد شدتها اتجاه نحن اتجاهها ترأسية وفقية ومائلة إذن ولكن ليس فقط لو كان مكنش فقط ستكون الجملة صحيحة إذن هذه الجملة خطأ إذن يطبق النابض قوة عندما يكون طرفاه حرين خطأ عندما يكون طرفه إما مشدودان وإما منضغطا هنا كيطبق قوة أما فش كيكونوا حرين فالنابض كيكون في حالته الأصلية الحرة وبالتالي لا يطبق قوة يؤثر نابض بقوة دفع عندما يكون منضغطا نعم إذن هذه الجملة صحيح إذن القوة التي تكون هي دية الدفع عندما يكون منضغطا لا يتغير طول نابض عندما يكون منضغطا أو مطالا خطأ يتغير طوله يتغير طوله يعني كنقولوا كين قص الطول ديالو فش كيكون منضغط وكيزيد الطول ديالو فش كيكون مطال إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول أنشطة الدعم ونكون قد أنعينا هذه الوحدة الرابعة ومعدنا مع الوحدة الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى في حصص لاحق ترجمة نانسي قنقر